أنا كنت طمنت عليك وعرفت إنك بقيت وحش مش بيحتاج أي حاجة قبل أن تتوكل على الله ربنا يخليك لايه يعني الحقيقة مش عارف أشكركم على أي ولا على أي تعولي بس يعني ربنا يقدرني وطور رئابتكم يا حسن إن شاء الله بس أنا بسألك بيحتاج أي حاجة فالصراحة يعني في حاجة كده بس مش عارف إذا كانت نفع ولا لأ تقولي عايز إيه أنا كنت كنت محتاجة أكلم أهلي وأسمع صوتهم قدرتك عارف الأعمار بيادي الله ينفع طبعا شكر أمنينوا الاتصال الفترة الأولين دي مش محتاج منك أي شغلة خالص لازم تخلي بالك حتى لو المعلومة ترمد قدامك لازم تفهم أنك أنت أبقى وغد تبقى طعم مربي بس عشان يعرفهم ويدي والله العظيم ما تقلقش خاضر اتصال جاهز هلو 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 أي أمي أنا علاء علاء حبيبي يا ابني إزيك يا علاء والنبي والنبي أمي والنبي لا تسمحيني ويوات زعل مني مهما حصل الله ما صلي وسلم علي يا ابني ده ما عنو سبحك أخبارك إيه طب مني عليك هاتيك يا متى أمي أنت وحشيني يا هوي اشتركوا في القناة